اشتركوا في القناة الدخول المستخدم تدار بواسطة اللي تحتوي على الاند بوينت محدد اذا ارسلت اكثر من طلب في نفس الوقت في معنى ثاني انه في حماية ضد البروت فورس انه يعطيك لمت وبعدين يوقف فلازم تتجاوز هذه المشكلة وحتى ننجز هذا اللاب لازم نسجل دخول باسم كارلوس ونستخدم هذه اللستة نضغط عليها مثل ما تلاحظ هذه لستة الباسوردات اللي رايحين نستخدمها في تخمين باسورد كارلوس بنشوف شلون رايحين نستخدمها فيه خلال هذا التدريب ونشغل اللاب ونبتدي على بركة الله وفتحت معانا صفحة بتلاقي انه فيه ثنين يطالعونك ورحبون فيك فننسخ الرابط ونفتح برنامج البورب سويت ونلصقها في المتصفح الخاص فيها حتى نعترض الطلب ندخل على ماي اكاونت ونخل اليوزر نيم اكيد كارلوس بس الباسورد في هذه الحالة حنا نجهله فنكتب اي شي بس الهدف انه نشوف كيف يتم اعتراض الطلب نرجع للبرنامج وبعدين اله تي تي بي هستوري بتشوف فيه عندنا طلب الصفحة لوغن وبعدين مباشرة بتلاقي الاند بوينت graphic UL نضغط عليها بتشوف انه طلب تسجيل الدخول موجود فعلا باسم المستخدم والباسورد اللي حطينا الحين نرسل الطلب للانترودر حتى نخمن كلمة المرور الصحيحة والسابق وشفنا في الوصف ان البروت فورس ما ينفع بس ما يمنع نشوف ليش ما ينفع وكالعادة نضغط على clear وبعدين نحدد الباسورد ونضغط على add وبعدين البيلود نحط لستة الباسوردات اللي شفناها قبل شوي ونبتدي بعملية التخمين لاحظ معاي الطلب الاول عطانا false يعني ان هذا الباسورد غير صحيح لو ننتقل للتخمين الثاني بتلاقي انه في رسالة تقولك انه انت حاولت مرة ثانية جرب مرة ثانية بعد دقيقة وهنا فعلا منعنا من عملية التخمين او البروت فورس فهنا فعلا ما تنفع هذه الطريقة فنقفلها ونروح نشوف لنا طريقة ثانية في البداية ننسخ رابط الاند بوينت وبعدين ننتقل للاني كيو ال اسكانر حتى نحللها ونفهم بنية الجرافي كيو ال بتلاحظ ان في عندنا عمليتين اميوتيشن والكويري بتلاحظ ان في طلبين الاول تغيير الايميل والثاني طلب تسجيل دخول وموجود الاسم والباسورد فبيكون شغلنا على هذه ونرسلها للريبيتر ومن الربيتر نرسل الطلب واكيد عملية تسجيل الدخول بتكون فاشلة وطلع معانا فولتس طيب نشلون نتجاوز البروت فورست ونطلع الباسورد الخاص بكارلوس لو نرجع لصفحة التدريب تحت حاطين لك هنت او تب وبتلاقي كود يحتوي على الباسوردات اللي كانت في قائمة مع اكواد اضافية هذا الكود كنوع من البيلود ومكانه بيكون في المتصفح نفسه في البداية ننسخ هذا الكود وبعدين نفتح المتصفح ورائت كليك وبعدين انسبكت وبعدين نتجه للكونسل ونلصق الكود اللي حطيناه وبعدين انتر ونلصقه مرة ثانية وانتر وطلع معانا استعلام هذا الاستعلام عبارة عن بروت فورس ويحتوي على اسم المستخدم اللي هو كارلوس والباسوردات اللي كانت موجودة في القائمة ومجموعهم تسعة وتسعين تخمين هذا النوع من التخمين يعتبر تخمين لمرة واحدة فقط ويرسل لك الطلب مرة واحدة فقط لان مثل ما شفنا اذا ارسلنا الطلب اكثر من مرة بيمنعنا من هذا الشيء فننسخها كلها ولازم نحط الامر في الطلب بس ما ينفع نحطها مثل ما نسخناها لازم نعدل عليها شوي فنفتح المفكرة ونلصقها وثاني شيء لازم يكون الامر المرسل عبارة عن جيسن فنحول هذا الامر من الجرافي كل لجيسن وتقدر تستعين بهذا الموقع نلصق المحتوى وبشكل تلقائع تتحول لنوع جيسن ننسخها وننصقها في المفكرة وهنا لازم نحدد نوع العملية واللي هي الميوتاشن فنضيفها ونفتح القوس وفي النهاية شيء طبيعي نغلق القوس هنا مثل ما تلاحظ لازم تكون نوع العملية المرسلة ميوتاشن فالحين البيلود جاهز عندنا ننسخها وبعدين نرجع للريبيتر ونلصقها ونرسل الطلب والرد بدون مشاكل لاحظ معاين الردود تحتوي على رقم توكن وعلى فولس يعني أن عملية تسجيل الدخول في هذه الحالة غير ناجحة فبين هذه القائمة في منهم ترو فنبحث عن كلمة ترو وفعلا رقم 72 هي عملية ناجحة بس هنا ما يطلعش هو الباسورد الصحيح كيف نعرف الطريقة سهلة نرجع للمتصفح ونبحث عن العملية رقم 72 بتلاحظ أن الباسورد عبارة عن AAA نجرب ونشوف ندخل على My Account ونحط اسم المستخدم اللي هو كارلوس وبعدين الباسورد ونجحنا فيه عملية تسجيل الدخول وفي هذه الطريقة نجحنا في حل هذا التدريب وصلنا لنهاية الدرس ونشوفكم على خير في دروس قادمة والسلام عليكم